منذ عقد شراكة الاستراتيجية سنة 2001 يتواصل الحوار السياسي بين الجزائر وروسيا التشاور القائم بين البلدين ها هو يتعزز اليوم بزيارة وزير الخارجية الروسية سيرغي لاظروف تنويع مجالات التعاون ذلك ما تسعى الجزائر وروسيا تحقيقه لتبقى مسائل محاربة الإرهاب وبحث النزاعة الإقليمية تهيمن على الزيارة هذه الجودة في العلاقات السياسية التاريخية الممتدة بين البلدين لذا تحدثنا مطولا لمنح دعم للعلاقة الاقتصادية لكي تكون شاملة وتستجيب فعلا لتطلعات شعبين وحكومتي البلدين تطرقنا للأزمات التي تعيشها منطقتنا خاصة في ليبيا ومالي والساحل والصحراء الغربية وركزنا على مبدأ احترام سيادة الشعوب جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب يقابله دعم روسي فالمقاربة الجزائرية في احترام الشعوب وتفادي التدخل الأجنبي تره روسيا خيار يتماشى مع المواثق الأممية نثمن جهود الجزائر في حلحلة الصراعات الحاصلة في ليبيا ومالي تحدثنا حول سوريا فروسيا والجزائر يسعيان لحل الأزمة في سوريا وفق ما يمله مجلس الأمن الدولي مع احترام السيادة واستقلالية الجمهورية العربية السورية ومحاربة الإرهاب وعودة اللاجئين التوافق في وجهات النظر الأمنية يقابله أيضا تطابق اقتصادي فرفع حجم المبادلات التجارية فوق الأربعة فاصل خمسة مليار دولار طموح يسعى الطرفان تحقيقه في وقت تسعى روسيا تسهيل إجراءات التأشيرة لمصلحة الجزائريين التبادل التجاري بين البلدين تجاوز أربعة فاصل خمسة مليار دولار لقد درسنا إجراءات جديدة والتي نحاول من خلالها رفع هذا الرقل خلال لجنة ثنائية المخترطة الأسبوع القادم للتبادل التجاري والاقتصادي هناك مؤسسات روسية تعمل في الجزائر وأخرى تريد المجيل من جهة أخرى نحن نسعى لتسهيل شروط منح التأشيرة للجزائريين بين التعاون في مكافحة الإرهاب إقليميا ودوليا والتطلع لرفع العلاقات الاقتصادية يعكس التبادل التجاري للجزائر وروسيا حجم العلاقات التاريخية بينهما في انتظار تجسيد هذه العلاقات خلال الدورة التاسعة للجنة المختلطة والتي ستعقد نهاية شهر يناير بموسكو